حصل نوع من المراجعة للسياسات الاقتصادية الصينية أدت إلى تغيير المصار والزعيم الصيني اللي بدأ هذه العملية دينج سياو بنج فكانوا بيقولونه ده عن انحراف عن الشيوعية وخروج عن سيطارة الدولة والاشتراكية وحاجات كده فهو كان التعبير اللي استخدمه قال إنه مش مهم يكون القط لونه أبيض أو أسود المهم إن القط يصطاد الفقر واللي احنا بنعمله ده هيصطاد الفقر اللي احنا بنعمله ده هيخلي الصين أكثر ثرائر هيخلي الصين أكثر تقدم يعني ما نفعله سيحقق التقدم المنشود بالضبط فكانت الصيغة الصينية هي أنك أنت الحفاظ على النظام السياسي شديد المركزية ما زال الحزب الشيوعي منفردا يحكم الصين وبعض الانفتاح الاقتصادي لكن في قدر كبير من الانفتاح الاقتصادي في الصين حالة فريدة لأنه مشروعات الدولة والمشروعات الخاصة موجودة جنبا إلى جنب لكن نموذك فريد الحقيقة فريد جدا لكن سر نجاحه هو أنه حتى مشروعات الدولة أنت بتخضعها لقواعد السوء يعني أنت القواعد الرقابة والمحاسبة فعالة جدا إلى حد بعيد في الصين ومتعددة كل الشركات الصينية الكبرى والصغيرة مطروحة في سوق الأوراق المالية بنسبة منها والغرض من ده مش الخاص خاصة الغرض من ده هو أنك تخلق إصحاب مصلحة يرأبوا عمل الشركة ويتأكدوا أن الإدارة بتتصرف بطريقة منضبطة بطريقة فعالة بطريقة لتحقق أعلى قدر الألباح الأصحاب الأسهم فانتهينا بتستخدم أليات السوء مش لتحسين الإنتاجية لرفع مستوى الأداء والقطاع الخاص لأداء اقتصادي أفضل من أهم القواعد من أهم الأمور المهمة لازم نقولها في الصين هو أنه القطاع الخاص والقطاع العام في الصين بيلعبوا وفقا لنفس القواعد لا توجد امتيازات خاصة للقطاع العام لأنه ده بيقود فكرة المنافسة لو خبرتها بدونتش بتتكلم عن القطاع الخاص في الصين يمكن فيه ناس كتير من السادة المشاهدين هيقولوا هو فيه قطاع خاص أصلا في الصين لأنه احنا متخيلين أن الصين نظام شوعي صارم لا مجالة فيه للقطاع الخاص على الإطلاق لكن واضح أنه مسألة هناك متشابكة يعني نستطيع أن نقول أنه يعني الناتج المحلي الإجمالي في الصين الناتج المحلي غير الزراعي تقريبا موزع مناصفة ما بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص فأنت عدد من ناحية الحجم الإنتاج القطاع الخاص القطاع العام بيسهمه تقريبا بنفس النصيب عدد شركات القطاع الخاص أكبر بكتير لأنه فيها عدد كبير من الشركات الصغيرة يعني فأنت أكلم في الصين بلد كبير يعني عن ملايين الشركات في الحقيقة بما فيها شركات صغيرة جدا فمن ناحية التوظيف القطاع الخاص بيوظف عدد أكبر كبير من العمال فهو نظام مختلط بتدير دولة مركزية قوية جدا وناجح هذا النظام لكنه ما هوش النموذج الوحيد للتقدم الاقتصادي في أسيا هناك نمازج أخرى وهو نموذج يعني ملائم مثلا لهذه الدولة بالضبط يعني من الممكن أن نستنبت منه بعض العوامل لكن لا ينقل كما هو لا يوجد نموذج اللي يمكن أن نقل كما هو يعني الكوريا الجنوبية كوريا أنا كنت أسأل حضرتك بالوقتي مثلا عن كوريا الجنوبية الكوريا الجنوبية اللي هي ملاصقة للصين يعني لها تجربة مختلفة يعني الصين فتحت مساحة للقطاع الخاص وعززت القطاع العام وحدسته الكوريا الجنوبية لا يكاد يوجد فيها قطاع عام في الحقيقة يعني الدولة منذ فترة مبكرة جدا تؤسس الشركات تؤسس شركات كبرى لكنها بسرعة جدا إما أنها الشركات دي تفشل فتفلس وتخرجها من السوق أو أنها تنجح وتنقل ملكيتها كاملة للقطاع الخاص الدولة في كوريا الجنوبية لا تمتلك لا يوجد قطاع عام في كوريا الجنوبية يوجد فقط قطاع خاص الدولة تدخل في القطاعات اللي محتاجة تجريب القطاعات اللي فيها مخاطرات مالية مخاطرات تكنولوجية لغاية القطاع الخاص لا يجرؤ في البداية على أنه يدخلها لكن بمجرد ما بتنجح فيها بتسلمها بسهولة جدا وعن رضا كامل للقطاع الخاص إمانا بأنه القطاع الخاص وقد تكون الدولة هي الأقدر على النجاح في مرحلة تأسيس المشاريع الأكبر والأصعب لكن الأقدر على إدارتها وتطورها هو القطاع الخاص ومن ثم إحنا بنحكي عن نموذة مختلف تماما إلى حد بعيد بالإضافة لأنه مختلف سياسيا هي صحيحة لفترة كوريا الجنوبية كانت بتدار بنظام مركزي سلطوي قوي جدا لكن تدرجيا تحولت إلى نظام متعدد الأحزاب في انتخابات نزيهة فسياسيا واقتصاديا هذا عكس ما يحدث فيه كوريا الشمالية؟ بالتأكيد تماما تماما والمفارقة التاريخية أنه عندما انقسمت كوريا يعني بعد الحرب العالمية التانية أنه الجزء الأقصر تقدما في كوريا هو الجزء الشمالي هو الجزء اللي فيه الصناعة المتقدمة هو الجزء اللي فيه الطبقات الأقصر تعلما كوريا الجنوبية ورثت قصد زراعي ورثت سكان أقل تعلما لكنها نجحت في أنها تحول هذا البلد محدود الموارد محدود التقدم الصناعي إلى واحد من أكبر الدول الصناعية في العالم هل الفرق هنا أو يعني مجعلها بهذا الشكل؟ الديمقراطية؟ لا أنا أعتقد الفرق هو اقتصاد السوق أنه يعني الحكومة في كوريا الشمالية كانت مركزية والحكومة في كوريا الجنوبية كانت مركزية يعني بهذا النظام المتصلت مثلا فيه كوريا الشمالية هل ممكن أن ينجح اقتصاديا؟ إذا قرر يخلق سوق إذا قرر يخفف قبضته على الاقتصاد إذا قرر يفتح زي ما الصين عملت أنها تفتح مساحة كافية للقطاع الخاص لأنه مرة تانية الرياضة التطوير والمحاسبية وكفاءة الأداء مرتبطة أكتر بالقطاع الخاص منها بالقطاع العام وأعتقد خبرات العالم كله يعني إحنا عندنا يعني مش بس خبرات البلاد اللي نجحت إنما كمان خبرات البلاد اللي فشلت بتشهد بأهمية أنك أنت أهمية المبادرة الخاصة في التنمية الاقتصادية لتحاد سوفيتي كدولة يعني أكبر نموذج لسيطرة الدولة على الاقتصاد انتهى في الآخر مش بحرب أو مش بإنما انتهى لأنه النظام عجز عن أن يواصل الحياة عجز عن أن يواصل الحياة